السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات الامارات الغاليين اخباركم ايه احلى اخوات في الدنيا وحشتوني يا ربي بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا لايك يا بنتي وتعليقات وسلكي ويلا بينا ويلا بينا نبني كواعد المجد مع بعضينا النهاردة الوصفة اللي هتعمل كل حك الوصفة يا غالية اللي هتعطر جسمك جلب الحبيب ورد المطلقة وتغيير حماتك وحياتك وسلفتك كمان بالمرة عليهم وصفة كده بجد حرفيا هتطلعي بيضة شمعة منورة بس حطي لايك وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعليق حطي تعليق كده بذكر اللي يكون لكي صادقة جارية يا بنتي يوم ما لا ينفع مال ولا بنون ويلا بينا مطلوب منك يا غالية شوية من اشر اليوسفي او شوية من اشر البرتقون تمام يبقى اشر يوسفي او اشر برتقون عملت ايه هنا عملت كل خير جبت اشر اليوسفي و اشر البرتقون حطتهم مع شوية ميت ورد تمام عندك ميت ورد حطي ما عندكيش خلاص في مية عادية بس طبعا مية ورد يفضل إن شاء الله لو تحطي غطيين مش لازم تحطي الكمية دي كلها مية ورد تمام حطيت اشر اليوسفي مع شوية من مية الورد وضربتهم في الخلاط وبعد كده صفتهم دوت مش عصير برتقون قبل كده بيتعمل ازاي اشر برتقون او اشر يوسفي مع كباية من المية مع لقتين مية ورد عليهم وتضربهم في الخلاط وتصفيهم تمام كده تمام كده لما تصفيهم يا قلب اختك هيطلع معاكي الامر اللي انت شايفها قدامك ده تمام هل هنرمي ده النعمة مش بتترمي ومال مطلوب منك ايه هتجيب اللي هو البوائل اللي جاتت معاكي في الخلاط دي هترميلي عليها معلقتين سكر خشن وتحطيلي عليها سنة بسيطة من الزيت معلقتين سكر خشن وسنة بسيطة من الزيت هتغضيها دي حضرتك ده الجزء الاول من الوصفة ان انا باخد قشر ريوسفي او قشر برطقام مع مية ضربه في الخلاط وبعد كده بصفيه اللي طلع بقى من التصفية دوت بحط عليه سكر وبحط عليه سنة زيت وبدلك بيه جسمي او بصنفر بيه جسمي ينهار فيتامين سي طبعا فيتامين سي من الحاجات اللي بتجدد خلايا البشرة فمش مستنيه ان انا اقولك اي حاجة تانية البشرة زي مرتديك قبل كده لو انت عندك كلف عندك نمش ففيتامين سي رهيب جدا للحاجات دي واحنا مستخدمين اشور يعني مش هتكلفك حاجة تمام هتعملي الكباية السحرية اللي هي العصير بتاع قشر الوصفي او قشر البرتقان وبدوت هتعملي بيه صنفرة للجسم هتصنفري بيها جسمك حلو كده حلو كده هتجيبي بقى الكباية اللي هي العصير للاشور دوت وتحطيلي عليها يا قلب اختك معلقة من النشا اللي هي كورنفلوت اهو كده معلقة من النشا تمام تمام نشا بتعمل اللي البشرة نشا تفتيح حلو جدا نشا من الحاجات اللي بتشيل الاجزيمة النشا من الحاجات اللي بتهدي البشرة بنفس الوقت هتديك تفتيح رهيب يعني ما ينفعش قبل كده اقولتلك اعملك وصفة للتفتيح وما يكونش معانا فيها عنصر النشا تمام تمام مطلوب منك يا قلب اختك حاجة كالتالي هتجيبي شوية من الرز تمام وتحطيهم في الكبا بتاعتك او المطحنة بتاعتك تمام عاوزة شوية ناعم قوي زي ما انت شايفة كده الyer هو وكب إيء رز لو انت عندك ديء رز حلو carp هتجندي معانا في الوصفة دي وعايزة شوية اللي هو مكسور نص قسرة اللي هو بص يكون خشن كده عامل زي الرمل تمام يبقى انت ديري بالك عاوزة يبقى انت ديري بالك هو مطحونين لو انت عندك ديء رز حلوة قوي هتحطي Ley منه معلقة هنا بس انا عايزة شوية رز مطحونين نص طحنة كده ايه خشن? وهقول لك احنا عايزينه خشن ليه? اما النعم خالص ده هياخد منه هنا معلقة. حطها هنا اهو. طبعا رز للبشرة رهيب. رز للبشرة من الحاجات اللي فيها زنك. الرز في فيتامين اي. الرز في فيتامينات حلوة جدا. هتشد معي البشرة وهتديك تفتيح رهيب. كنا عاملين كريم الرز هنا على القناة كلكم قلت عليه شعر. تمام? فحطي هنا شوية من الرز زي ما قلت لك حلوة اوي للبشرة بتاعتنا. يشد هالك يشدك الترهولات يشدلك التجعيد هديك تفتيح حلوة اوي منجم فيتامينات حرفيا. تمام كده? تمام كده. هروح وقضى بقى كده يروح قلبي. المكونات بتاعتنا دي اللي هي المية بتاعت اليوسفي مع معلقة من النشا مع معلقة من اللي هو الرز المطحون. تمام? هعمل ايه دلوقتي هحطه على البتجاز اتقل القوان بتاعه وارجع لك تاني عشان نكمل وصفتنا. بالله عليكم الناس اللي لسته محطوش لك وتعليقات. انا يا جماعة اهرانة. انا اهرانة حرفيا. القناة عملا تقع واردش بتاعها بيقع عشان انت مستخصرة تحطي لايك. حطي لايك وتفعلي انا بقالي يومين لو انتم ملاحظين مش عايزة ارد على الناس في التعليقات. فخلونا حلوون مع بعض عشان لما تكون عندك استفسار او يكون عندك سؤال ارد عليك. اتفعلوا عشان لما يكون حد عنده استفسار ارد عليك حب ما افلش التعليقات خالص وراح نفسي. تمام كده? هحط ده على بتجاز وارجع لك تاني شوف هنعمل ايه? بص يا روحي جيت هنا على النارة هوت تمام? بتحطي حلة زي ما انت شايفة قدامك كده وهنزل بقى بالخليط اللي انا عاملا ده. وطبعا تقليبيه كويس عشان النشا ما تكتلش منك. اهو كده. تمام? وادينا فيه تقليبة سريعة كده. طبعا تكون المطي عشان قطر النشا ما تكتلش. وننقلب معنا. اللي نضموا لقناتنا جديد او الناس اللي لسه برده والناس القدام. عايز اقول لك ان انا عملت لكم ملف امر قوي اسماه ملف حصريات الفين تلاتة وعشرين. كل الوصفات اللي احنا عملناها حصري في الفين تلاتة وعشرين. حطناها في ملف. برضو في ملف تاني اسمه تريندات تلاتة وعشرين. كل الحاجات اللي احنا عملناها وطلعت معنا تريند. كل ده يروح قلبي يسيبولك فاول تعليق ضروري تبص طبعا هو ملفات تانية الطب البديل تقوية النظر منتجات الصيدلية الرخيصة تعليم المنظفات حاجات كتير او بصي باع الاول تعليق بعد ما تخلصي هتلاقي في دلوقتي وصلنا ماشاء الله لتلاتين ملفة حرفية تمام اهو هعيز اقول لك رحة اليوسفي الجن الميزة الفرق بين البرتقان و اليوسفي اني طبعا اليوسفي بديك رحة روعة البرتقان برضو حلو بس اليوسفي بديك رحة قوية جدا تمام اهو هنقلب كويس جدا لحد بس لما يتقل سيكا كده معنا وبعد كده هنفضيه في قلب طبق قبولة ونكمل الوصفة بتاعتنا لايك وتعليقات بالله عليكم وانتوا قاعدين كده خليقوا حلوين يلا فين فين اللي بيحبوني من الامارات السلكين من جوة عايز اقول لكم ان احنا عملنا صفحة على الفيز بنفس الاسم بتاع القناة تمام اه يا ريت تروح اتنورونا هناك وتحطوا لايك واشتراك علشان خاطر هناك بنجزل وصفات غير الوصفات اللي انا بنزلها هنا لو انت درت بالك كده يا قلبي اعمالي ي تمام كده حلوة قوي هتقل وسنة كمان واخده بقى كمل الوصفة بتاعتي اهو بصي تحسي بقى كريمي برضو ممكن تتقللي اكتر من كده اهو تمام عايز اقول لك الريحة روعة الريحة فوق ما تتخيل لي اهو كده حلوة قوي كده كفاية قوي ممكن نقفل في المرحلة دي زي ما قلتلك لما تعملي كده تحسيهو خفيف كده عامل زي الكريم تمام هنقفل بقى في المرحلة دي ونفضيف اي طبق او في اي بولة ونرجع نكمل وصفتنا شكرا للخمسة ستة السالكين اللي عملين يحطوا تعليقات شايفاكو يا قلب خطوك وشايفاكو شايفاكو بقلبي ورجعنا تاني يا روح قلبي ومعنا الامر بتاعنا حاجة كده عايز اقول لك ريحته رهيبة طبعا كلكم عارفين اليوز فيه ورحته الامورة طبعا كلكم عارفين اليوز فيه ورحته الامر جدا حاجة كده رهيبة فيتامين سي وقلنا النشب علوتها في التفتيح والرز بحلوته في شد البشرة وبرده تفتيح رهيب القوامل الامر ده اللي انا عاوزاه تمام امشي على المكونات زي ما انا قلتلك كباية كده من العصير عليها معلقة ومعلقة تمام تمام عايزة بقى يقلب خطيك الرز اللي احنا طحناه نص طحنة تمام ليه بتحطيه عرشة كده علشان خاطر يبقى صنفرة للبشر اللي ناخده بقى اعمل بمنطقة الاندر ارم حوالين رقابتي دي اي منطقة عندي فيها سمرار يشيل هالي في الحال تمام هياخد اهو شوية من الرز زي ما قلتلك يكون خشن ما ارقش كده بمعنى اصحب البلد اللي هو عامل زي حبات الرمل تمام هياخد اهو الشوية دول كده احطوهم هنا تمام حلو قوي زي ما قلتلك حلو للبشرة بلس ان انا حطاها هنا عشان خاطر اديني زي ايه تأشير كده للبشرة تمام تمام وحلو قوي ومية مية عايزة بقى المادة اللي هي بالبل دي كده يا غالية بنسميها المزافلة طبقا لا تديني رخاوي وتنظيف اللي انا اخد الوصفة دي تحت الشوار حرفيا اطلع بلوي هتحطيلي كالتالي لاجبيلي شوية من الشوار تمام او شوية من الصبون العادي اللي عندك انا مسلا دلوقتي عندي اي صبون بريحة لوكسيقامي اي نوع صبون هتبشريلي شوية كده في طبق وتحطيلي عليهم سنة مية مغلية تمام وتقلبيهم في بعض الحد ما يبقى معاك زي الجل وتغدي ترمولي هنا تمام او لو عندك شوار حلو قوي هتحط الش الشوار هنا للعلم الشوار اللي انت شايفها قدامك ده اللي احنا كنا عاملينه بصابونة بنص صبونة في فيديو كده تلاقي بنص صبونة املي بيتك شوار وشامبو الفيديو ده رهيب جدا بص القانب تاو عامل ازاي نفس اللي انت بتشتريه من بره بصي اهو حاجة كده مزيكة الناس اللي عاوزة طريقة الشوار دوت بنص صبونة عملناه اكتبيه لي في التعليقات ابعته لك وليل رشب عطير الشوار اللي معمول بنص صبونة تمام اهو بنص صبونة تعملي شوار وب نص صبونا تعملي شمر. هنقلب بقى الشاور ده كويس جدا هنا كده. اهو. يبقى زي ما قلت لك عندك شاور هتحطي مع عندي كيش شاور هتجيب صبونا بشر صبونا وتحطي في شوية مية تدوي بيهم بس كده شوية مية صغيرين وترميهم هنا. تمام? تمام. تيجي واحدة تقول لك ممكن يا راشا نحطي هنا مسلا نقطة او نقطتين من زيت الورد يبقى حلوة قوي ويديكي ريحة جميلة وزيت الورد طبعا من الحاجات الرهيبة للبشرة. مع عندي كيش زيت ورد عايزة تقفل حد هنا تحفى. الشاور اللي احنا عاملينه ريحته بجنن. اشر اليوسفي ريحته اصلا رهيبة. فالطريقة كالتالي هتستخدميها كالتالي. اول حاجة بدخل اكد الشاور بتاعي. بقعد كده عشر دقيق تحت المية. تمام? بجيب الطبق اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو اللي هو البشر اللي هو كان مكاني المية بتاعت اليوسفي. وحطينا عليه السكر وحطينا عليه شوية من زيت الزيتونة او اي نوع زيت موجود عندي. او جوز الهند او اي نوع زيت. اصنفر بيه بشرتي كده لمدة عشر دقيق كلها كلها نزل الجلد الميت والاسمرار. خلاص عملت النص الاولاني. تمام. اشطف جسمي تحت الدوش. وارجح تاني اخد بقى الامر دوت. هتغديه هتحرم ليه على بشرتي. كان عايزة اجربه لكم الصراحة ومش شواء ان انا اجربه بس ايه? يعني مش سخن اوي. لا ده سخن اوي. ده سخن اوي اوي. بص يا روحي هيبقى بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. انا دلوقتي دخل اخد الشاور وبروح ايه حطى اللي معي ده كده. تمام? تمشي بقى على كل منطقة عندك فيها سمرار فيها كلف. عايز اعمله على وش يا راشو ما فيش مشكلة بتحطيه على وشك عادي جدا. عاوز اعمله على ايدي وهكز. طبعا هو زي ما انت شايفها الحتة الخشنة دي اللي هي حتة الرز اللي احنا ايه حطناه. اهو. تمام? تمشي تمشي بقى كده 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 المدة طول ما انت حطاها عملا تدلكت دلكت 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 تنزلي بقى كل الاسمرار كل الكلف كل الجلد الميت كل حروق الشمس اللي جات لك في البشرة وهكزا. تدعاكي 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 المدة عشر دقايق. تمام? بعد كده اهو تحسيه بيخلص ترجعي تاخد تاني. وهكزا. لو انت درت بالك ما شاء الله عمالي يدي لون ورد يهو بيفتح معنا. اهو. وعقل الصوابع رأبتك اي مكان بقى عندك فيه سمرار وهكزا. تمام? اهو 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 اهو. لعشر دقايق عشر دقايق ويخلص وتحط غيره. بعد كده تشتفي بشرتك. عايز اقول لك جمال ما بعده جمال. ترتيب ما بعده ترتيب للبشرة. هتخرجي مش محتاجة تحطي اي حاجة تاني. خلاص ريحتك تحفى من ريحة اليوسفي ومن الشاور. تفتيح تحس ان بشرتك حرفيا بتتنفس. بدل ما اروح اعمل حمام مغربي براكم. اروح اعمل جاكوزي. اروح اعمل حاجات من ديت. لأ. حاجات بسيطة بقشر اليوسفي كلنا بنرمي او بقشر البرتقان. عملنا ده كتوحفة جدا للبشرة. اروح بقى اعيش احلام انا مع ديت. وانتي ارجع الاقي. بص يا عايزة الفيديو ده. تقيد داخدخ كده من كتر اللايكات والتعليقات. هعيش انا مع الحاجات دي وارجع لكم تاني. اه ضروري بص على اول تعليق. قلت لك عندك ملف تريندات الفين تلاتة وعشرين. كل الحاجات اللي احنا عملناها وتلع التريند. وحصريات الفين تلاتة وعشرين. كل الحاجات اللي احنا عملناها خصري في الفين تلاتة وعشرين. بص عن ملفين دول بسرعة. اختم الفيديو بصراع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.